اغلق منجم بيتريلا رمز استخراج الفحم في رومانيا أبوابه واضعا حدا لتاريخ بدأ العام 1895 وبيتريلا هو أقدم منجم في رومانيا والأعمق في أوروبا راهنا مع آبار عمقها 940 مترا في باطن الأرض وقد دشنا في عهد الإمبراطورية النمسوية المجرية إنه يوم حزين بالنسبة لعمال المنجم في أخر يوم عمل لهم إنها لحظة صعبة أن نفترق عن المنجم وأن نخلع ثوب العمل وقد سجل ذروة في الإنتاج في العام 1983 مع مليون ومئتي ألف طن من الفحم في مقابل 110 ألاف طن العام الماضي وفي الأيام الأخيرة كان عشرات فقط يصطفون في طابور للحصول على مصابيح قبل النزول إلى باطن الأرض حيث قد تصل الحرارة إلى 60 درجة مئوية وبعد الأول من كانون الثاني يناير ستباع التجهيزات ومن بينها محرك سيمينز ضخم يعمل منذ العام 1945 من دون توقف والعربات المستخدمة لنقل الفحم إلى تجار الخردة وستهدم غالبية المباني التي يعود بعضها إلى مطلع القرن العشرين ترجمة نانسي قنقر موسيقى